موسيقى مساء الخير يكاد لا يخلو نهار من دون تكشف المزيد عن ليل سعد الحريري في السعودية ولما أحال زعيم الحزب التقدمي وليد جمبلاط مهمة شهر زاد إلى روائي موثوق به هو النائب وائل أبو فعور فقد كشف ابن الجبل عن ليلة اللقاء مع موفد الأخ الشقيق للرئيس سعد الحريري وأعلن أن مبعوث الشيخ بهاء قدم لنا مبادرته السياسية بأن يتسلم الابن البكر زمام المبادرة لأنه متحفز للعب دور سياسي لكن جمبلاط انسحب من الاجتماع لدواع مرضية ورأى أبو فعور أن الرئيس الحريري لم يكن على علم بهذا الطرح بل أنه كان مستهدفا به وإذ نفأ أبو فعور تطابق هذا الطرح مع الإعاز السعودي أكدت مصادر موثوق بها للجديد أن المملكة كانت وراء إيفاد الموفد وطرح الفكرة وأن بهاء الحريري سبق ونسق هذا الأمر مع جارد كوشنار صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأكدت المعلومات وفقا لمصدر رفيع الإطلاع أن التواصل مع الرئيس سعد الحريري كان قد قطع من يوم سبت الاستقالة الأسود إلى فجر الأحد وأنه كان مخطوفا لا محتجزا فحسب وهذا ما دفع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إلى القيام بخطوة استباقية كانت تستهدف خوض حرب إلغاء على العهد من خلال توقيف رئيس حكومة العهد خاض الرئيس أكثر معاركه ربحا وساندته في بيروت والخارج قوى آمنت بأن رئيس الحكومة كان تحت شدة سياسية وبعض المؤمنين والحجاج السياسيين إلى السعودية سمعوا في خلال لقاء مع الملك سلمان بن عبد العزيز أن لدى المملكة ما يكفي من الأبناء وأن ذريتها لم تعد تتسع للوافدين من الأبناء كل هذا ساهم في دعم قضية الدفاع عن الحريري ابن لبنان أولاً ومن بين الأدوار الفاعلة التي أحبطت عملية نقل الرئاسة إلى بهاء الحريري كان النائب وليد جومبلاط الذي رأى أن بيت الشهيد رفيق الحريري لي يتجزأ وهو مع هذه العائلة واحدة موحدة متضامنة لا يفرقها طموح مغامر لكن الحلقة المنقوصة لدى الجميع اليوم هي في السؤال عن الاتفاق الذي أبرم بين الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وولي العهد محمد بن سلمان الذي قضى بتحرير الحريري فرئيس الحكومة عاد صامتاً والغرب احتفظ بالسر فيما بدأت في باريس أولى مراحل العودة عن التريث في لقاء جمع الحريري بوزير خارجية الأزمة جبران باسيل وفي وقت تردد أن الحكومة سوف تجتمع الثلاثاء علم أن الوزراء لم يتبلغ بعد أي دعوة لكن الحدث ليس في مجلس الوزراء بل في صنعاء مع خيط ترابط رفيع من بيروت إلى اليمن مروراً بالانقلاب الذي ربما يشكل حلاً لأزمة السعودية في حرب جرت الويلات والأمراض واستفزت مقدرات المملكة فخصم السعودية علي عبدالله صالح انقلب على الحوثيين وسيطر مقاتلوها على صنعاء فهل قدمت إيران حلاً للسعودية في اليمن؟ وهل إن علي عبدالله رجل صالح للانقلابات؟ تلك أسئلة لا أجوبة عليها إلا من خلال سير المعارك الدائرة في اليمن ترجمة نانسي قنقر